حضارتنا المصرية مش بس اكتشاف حجر رشيد كان بيفك طلاصم لمجرد اللغة الهيرغلوفية لكن كان مفاجأة للعالم كله بأسرارها بحكاياتها بالإنجازات اللي كانوا متفوقين فيها في كل المجالات الحقيقة كلمنا عن حجر رشيد وازاي فك الأسرار دي شوية وفك التلاصم بتاعت اللغة المصرية القديمة شوفوا مفيش حضارة في العالم عندها قدرنا تسحر العالم كله على مدار قرون وقرون زي الحضارة المصرية القديمة رغم أن احنا قعدنا آلاف السنين مش قادرين نعرف الناس دي بتكلم ازاي ايه أفكارهم ايه أسرارهم إلا أن هم حتى في العصور الوسطى وقت ما كانت الحضارة دي مجهولة كانت النقوش الهيرغلوفية بالنسبة للناس في العصور الوسطى مجموعة من التلاصم إلا أن تم الكشف عن حجر رشيد وتم فك رموز النقوش اللي موجودة عليه وده كانت البوابة اللي فتحت مصر القديمة على العالم وفتحت العالم على الحضارة المصرية القديمة كان الناس دايما بنختلف معها على فكرة اللغة الهيرغلوفية لا يسمعها اللغة المصرية القديمة بالنقوش الهيرغلوفية والهيراطقية والديموتوقية كان هي لغة زي أي لغة قديمة بتكتب بأكتر من نقش إذا احنا عندنا في اللغة العربية بنكتبها بالنسخ والرقع والثولس والكوفي اللغة المصرية القديمة بتكتب بالنقش الهيرغلوفي اللي هو النقش المقدس اللي كان بكتب بالنصوص الدينية على جدران المعابد والمقابر النقش الهيراتيقي اللي كان خاص بالكهنة في الدولة الوسطى والدولة الحديثة والنقش الديموتيقي اللي هو الخاص بالمعاملات اليومية أو المعاملات الشعبية